السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف السادس الابتدائي نلتق اليوم بإذن الله تعالى مع شرح وحل كتاب الدراسات الإسلامية للفصل الدراسي الثالث ومع قسم التوحيد والوحدة الثانية فيه وهو حقوق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته ونبدأ بالدرس الأول أو الدرس الثاني هو حقوق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت أهل النبي هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وهم زوجاته وأبناؤه وبناته آل علي بن أبي طالب وآل عقيل بن أبي طالب وآل جعفر بن أبي طالب وآل العباس بن عبد المطلب وبن الحارف بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين فهم زوجاته أبناؤه وبناته آل علي آل جعفر آل عباس آل عقيل بن الحارف بن عبد المطلب هؤلاء هم آل بيت النبي أو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما فضلهم فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم فضلا كبير ومكانة عالية منها أن نصوص الكتاب العزيز القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة جاءت تؤكد مكانتهم وفضلهم إثنان قربتهم من النبي صلى الله عليه وسلم واتصالهم بنسبه الشريف صلى الله عليه وسلم ثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم وبالقيام بحقوقهم هذا هو فضلهم إذن الله سبحانه وتعالى أوصى في كتابه وبيّن مكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة أوصانا بآل بيته صلى الله عليه وسلم ومن فضلهم أنهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه الشريف وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالقيام بحقوقهم ما هي حقوق أهل بيت النبي أولا الاعتراف بفضل نسبهم وشرفه قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريشا بني هاشم واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اثنان من حقوق أهل بيت النبي محبتهم ومودتهم وإكرامهم عملا بوسية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بقوله أذكركم الله في أهل بيتي قالها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات الواجب على المسلم نحو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واحترامهم وإكرامهم من غير غلو فيهم ولا جفاء بشرط كونهم متبعين للسنة مستقيمين على دين الإسلام كما كان سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وبنيه رضي الله عنهم أجمعين أما من خالف السنة ولم يستقم على الدين فلا يستحق ذلك حتى ولو كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كأبي لهب ومن شابهه لأن قربته من الرسول صلى الله عليه وسلم وحدها لا تنفعه ما لم يكن مؤمنا مستقيما على دين الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أي أن ليس لديك عمل صالح فلم ينفعك نسبك أي كان نسبك هذا حتى ولو كان لبيت النبي صلى الله عليه وسلم التقويم ما المراد أو من المراد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وأبنائه وبناته آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وبن الحارف ابن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين هؤلاء هم آل بيت النبي إثنان ما حقوق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقوق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الاعتراف بفضل نسبهم وشرفه ومحبتهم ومودتهم وإكرامهم واحترامهم عملا بوسيط النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ما الواجب نحو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الواجب علينا نحو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محبتهم واحترامهم ومن غير غلو ولا جفاء بشرط أن يكونوا متبعين لدين الإسلام وللسنة النبوية مستقيمين على هذا الأمر ومن لم يستقم على هذا الدين أو خالفه فلا يستحق ذلك ولو كان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذن يجب علينا محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واحترامهم وإكرامهم من غير غلو ولا جفاء بشرط أن يكونوا متبعين للسنة مستقيمين على دين الإسلام كما قلنا أما من خالف السنة ولم يستقم على دين الإسلام فلا يستحق ذلك حتى ولو كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ننتقل بعد ذلك إلى الدرس الثالث حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فضائل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن فضل كبير منها ولهن فضائل كثيرة منها أن الله اختارهن زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا فضل عظيم أن الله اختارهن فوق نساء العالمين أو دون نساء العالمين أن يكون زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم وأمهات للمؤمنين في المحبة والاحترام والتوقير والإكرام قال الله تعالى وأزواجه أمهاتهم أي أمهات المؤمنين أيضا من فضائل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله شرفهن وأعلى منزلتهن قال الله تعالى يا نساء النبي لستنك أحد من نساء العالمين أو لستنك أحد من النساء ثلاثة من فضائل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يؤتيهن على عملهن الصالح أجرهن مرتين قال الله تعالى ومن يقنط من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما أربعة من فضائل زوجات النبي أن الله أنعم عليهن بتلاوة آياته وأحاديه في رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتهن قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا هذه هي فضائلهم فما حقوق زوجات النبي لهم حقوق علينا محبتهن وذلك لأنهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين ونقلنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة فيجب علينا محبتهن أيضا من حقوق زوجات النبي علينا التردي عنهما فيقول المسلم عند ذكر اسم أي واحدة منهن رضي الله عنها ثالثا من حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم علينا أذب عن أعراضهن إيمانا بطهرهن وصونا نسيرتهن رضي الله عنهن أجمعين وقياما بحقهن ودفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأذى إذن أذب عن أعراضهن أي الدفاع عن أعراض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأننا نؤمن إيمانا كاملا بطهارتهن رضي الله عنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أول زوجة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وهي من أول زوجاته ومن فضائلها أنها هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أول من آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم من النساء عزرت النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته أنجبت جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابنه إبراهيم رضي الله عنه فإنه من أمه مارية القبطية رضي الله عنها أيضا من فضائلها أنه قال جبريل للنبي قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب أي بيت من قصب في الجنة بيت من الجوهر واللؤلو لا صخب فيه أي لا صياح فيه ولا أصوات عالية مختلطة ولا نصب أي لا تعب فيه فهذا دليل على عظم كانت أمنا خديجة رضي الله عنها أن يقرأها الله السلام وكذلك جبريل عليه السلام الآجة الثانية وهي سيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها ومن فضائلها أنها كانت هي وأبوها رضي الله عنهما أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكثر الصحابة علما وفقها ورواة للحديث رضي الله عنها من فضائلها أيضا كان الصحابة رضي الله عنها عنهم يسألونها عن أمور الدين وذلك لعلمها وفقها من فضائل السيدة عائشة أيضا رضي الله عنها برأها الله في كتابه العزيز من افتراء المنافقين في سورة النور ثلاثة ثالث جوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما بنت عمر بن الخطاب من فضلها أنها كانت كثيرة الصيام والقيام وحفظ الصحابة رضي الله عنهم عندها المصحف حينما جمعوه بعد موت أبيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن فضلها أيضا أنها روت عددا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكل زوجة من الزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فضل كبير ولكن هنا لا يتسع المجال إلى ذكر كل فضائل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فمن زوجاته سودة بنت زمع رضي الله عنها وأم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وجويرية بنت الحارف المصطلقي رضي الله عنها وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وزينب بنت خزيمة رضي الله عنها وزينب بنت جحش رضي الله عنها وصفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وميمونة بنت الحارف الهلالية رضي الله عنها نشاط أشارك في المسابقة التي يقيمها المعلم في حفظ أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فأكتب هنا على قدر حفظي لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلدينا أولا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها والسيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها ولدينا السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها ولدينا السيدة سودة بنت زمعة والسيدة جويرية بنت الحارس والسيدة ميمونة بنت الحارف وأيضا السيدة زينب بنت جحش والسيدة زينب بنت خزيمة والسيدة أم سلمة والسيدة أم حبيبة والسيدة صفية بنت حيين رضي الله عنه لنا أجمعين ننتقل بعد ذلك إلى التقويم ما حقوق زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من حقوق زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم محبتهن والتردي عنهن والذب عن أعراضهن إيمانا بظهرهن ورفعتهن عن الرس والسوء هذه هي بعض حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إثمان أذكر بعض فضاء الخديجة رضي الله عنها من فضاء الخديجة رضي الله عنها أمنا خديجة أنها أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنها آذرته ونصرته وأنها أنجبت جميع أولاده ما عدا إبراهيم إذن هذه بعض فضائل السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها أنها أول زوجاته صلى الله عليه وسلم أول من آمن به وبرسالته أنها آذرته ونصرته رضي الله عنها وأرضاها ثلاثة أذكر بعض فضائل السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من فضائل السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت هي وأبوها أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أكثر صحابة علما وفقها ورواية للحديث كان الصحابة رضي الله عنهم يسألونها عن أمور الدين هذه بعض فضائل السيدة عائشة رضي الله عنها أربعة أذكر بعض فضائل السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما من فضائل السيدة حفصة رضي الله عنها وعن أبيها أنها كانت كثيرة الصيام والقيام وأنها رضي الله عنها أنها قامت بحفظ المصحف عندها بعد موت أبيها عمر بن الخطاب بعض المعلومات الإفرائية عن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فالسودة بنت زمعة العامرية هي أم المؤمنين أسلمت هي وزوجها وهاجر إلى الحبشة مع المسلمين الذين فروا بدينهم فلما توف عنها زوجها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أرملة مسنة وهي أول امرأة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله عنها أما السيدة زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها فهي أم المؤمنين اشتهرت بالرحمة والرأف وحب المساكين فكانت تلقب بأم المساكين لكثرة اطعامها للمساكين وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا في المدينة وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية أشهر أما السيدة أم سلمة هند بنت أبي أمية هند بنت أمية هي أم المؤمنين كانت من السابقين للإسلام وهجرت للحبشة والمدينة اتصفت برجاحة العقل والحرص على العبادة والبر وكانت آخر أمهات المؤمنين موتا رضي الله عنها أما السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها فهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من السابقين للإسلام وزوجها وزوجها الله للنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن فكانت تفخر بذلك وكانت حريصة على العبادة وكانت رضي الله عنها أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا بعد وفاته أما السيدة جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها كان اسمها برة فسماها الرسول صلى الله عليه وسلم جويرية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أم سلمها بعام وكانت بارقة على قومها حيث اعتق بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم مئة بيت من بيوت بن المصطلق عاشت حتى خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أما صفية بنت حيي رضي الله عنها فهي ابنة حيي بن أخطب من سادة بن النظير وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتقها صداقها رضي الله عنها أما أمنا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها فأبوها أبو سفيان بن حرب وأخوها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهي من بنات عم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في أزواجه من هي أقرب نسبا إليه منها ولا في نسائه من هي أكثر صداقا منها وكانت من العابدات الورعات رضي الله عنها وأرضاها أما ميمونة بنت الحارث الهلالي رضي الله عنها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من عمرة القضاء حين وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها هكذا أعزائي نكون قد أنهينا هذه الوحدة ألقاكم بإذن الله تعالى في الوحدة الثالثة حقوق الصحابة والخلفاء الراشدين لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وادعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته اشتركوا في القناة